بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم مشاهدين الأكارم أضم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المنتظر أنجل الله فرجه الشريف حلقة جديدة حبتنا المشاهدين من برنامج خطى العروج فمرحبا بكم أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين المصدق لرسول الله بما جاء من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عمي أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي أولم يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة مرة أخرى عظم الله جورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء بشهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام سمة أخرى من سمات الإمام الحسين عليه السلام ألا وهي استراتيجية المعركة عند الإمام الحسين عليه السلام في بداية هذه الحلقة رحبوا معي بضيف الحلقة جناب الدكتور حيدر الكربلاء حياكم الله جناب الدكتور أهلا وسهلا وأحسن الله لكم العزاء بشهادة سيد الشهداء أهلا وسهلا لكم الأجر بذكرار شهادة الإمام الحسين عليه السلام سلام الله جناب الدكتور كيف بدأت تحرك الأساسي عند الإمام الحسين وما هي الخطة الاستراتيجية في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله جمعين على محمد وآله الطيبين الطاهري حقيقة أن الإمام الحسين عليه السلام عندما دخل إلى كربلا المرحلة من قصر مقاتل ودخوله إلى كربلا وإثناء طريقة إلى كربلا قال الحديث المشهور وكأنما بأوصالي تقطعها أسلام الفلاوات بين النواوز وكربلا هنا كان يعرف الأجل المحتوم عن الإمام الحسين هو أن يقتل في هذه المنطقة ولهذا تحول الإمام الحسين عليه السلام إلى لابد أن الإمام الحسين يعمل استراتيجية عسكرية يعني يصبح إلى بعد ذلك من قضية إلى هو واعظ لهذه الناس لهؤلاء الناس إلى شخص لابد أن يحمي من معه سواء من آل بيته وأنصاره ولهذا اتجه إلى وصل إلى كربلا أثنين محرم بقي في كربلا لثمانة أيام بعد ذلك في عشر محرم حدثت لنا المعركة أو النهضة حقيقة التي قام بها الإمام الحسين وفاجعت استشهاده هنا الإمام الحسين عليه السلام لابد أن يتخذ خطوات سيأتي واحد يقول بأن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن عسكرياً محنك ليس لديه استراتيجية في المعركة؟ وليس له استراتيجية في المعركة وإذا كان له استراتيجية في المعركة ما جاب إلى التهلكة ولهذا بعضهم بعض الكتاب النواصب يعتبر بأن خروج الإمام الحسين في مواجهة السلطة الأموية عشبه ما يكون بانتحار على اعتبار أن السلطة الأموية هي سلطة شرعية وهذه السلطة الشرعية يعتبر بأن الإمام الحسين عليه السلام هو معارض للسلطة فبطبيعة الحال إذا كان الإمام الحسين معارض للسلطة وجب على السلطة أن تقتل مثل ما قال الشريح القاضي أنه خرج على إمام زمانة يعتبر يزيد هو إمام زمانة ولهذا يعتبرون إمام زمانة أحسن بهذا الجانب وقالوا بأن هذه الإشكاليات ابتدأت هذه الأقلام أنا سميتها في حلقات سابقة حقيقة أقلام مأجورة تكتب له السلطة وتحاول التعن في هذه النهضة وتزييف الحقيقة وهذا معروف بالتعريخ إلى يومنا هذا كتب للمنتصر فهنا الإمام الحسين عليه السلام لابد أن يبنى خطة استراتيجية كما هو معروف بأن ساحة المعركة الموجودة هي عبارة عن وهذاك ثلاث تلول تل موجود شوانسل يقدر يقولها التل الزينبي وهذا أرض كربلة هي أرض كانت عبارة عن مرتفعات فلابد أن الإمام الحسين عليه السلام أن يتخذ التدابير العسكرية حتى كان يكون أن يحمي النساء والأطفال الذين جاءوا معهم ولهذا نصب الخيام ابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب عندما يذكر قال بأن الإمام الحسين سلام الله طلب عندما نصب الخيام أن تكون الحبال متداخلة يعني عند نصب نصب الخيام في هذه المنطقة يجب أن تكون الحبال متداخلة طبعا هذه خطة أسكرية في هذه القضية لماذا جعلت الحبال متداخلة حتى تكون أشبه ما تكون كسد مانع بنفس الوقت هذه التلال الثلاث الموجودة هي في كربلا طبعا هناك اختلاف حقيقة في هذا الجانب بقضية المخيم أين عسكر الإمام هل أن الإمام عليه السلام عسكر في هذه المنطقة بالمخيم المشهور حاليا المعروف الذي به المقام أو لا أم أنه عسكر بغير ذلك هنا تضارب في الروايات حقيقة في هذه القضية تضارب الكثير أنه بعضهم قال حتى يثبت بأن المخيم الحسيني قال أن المخيم الحسيني بالوقت الحاضر هو قرب غرفة تجارة كربلا بعضهم قال بأن المخيم الحسيني هو قرب غرفة تجارة كربلا لسعة الأرض المعرك ولكن هنا إذا كان إذا تلاحظ بأن هذا القضية منافية لماذا منافية لأن الإمام الحسين كان يوم ذاك يخطب في هذه القضية ويخطب بالناس ويخطب بالحسكر كيف يكون السماع ونفس الوقت كيف يشاهد العدة والعدد الموجود في هذه القضية ولكن آخر الدراسات أثبتت في هذا الجانب حقيقة هناك كل لقاء التلفزيوني هناك كتاب صغير الحجم غزير المعلومات اللي هو كذلك المخيم الحسيني من تأليف الحاج عبد الأمير قريشي كذلك أثبت في هذا الجانب وعندما هو مشكور في هذا القضايا هو نذر نفسه لإثبات هذه الجانب وإهتم بتدوين السيرة الحسينية سواء كان في كتاب البالغون الفتح أو في كتاب الآخر قصر مقاتل أو كذلك دوره في الرحلات الاستكشافية كذلك دور مباشر ولهذا بيّن هذا الأدلة في هذه القضية نعم ذكرت منه التلال دكتور هناك قضية ما ذكرتوا أنه قضية الخندق الإمام حفر الخندق خلف الخيام بالضبط هنا من بعد ما النص الذي أورده ابن شهر عاشوب قال قائلا بأنه تكون الحبال متداخلة حتى يمنع بنفس الوقت أمر أن يحفر خندق يمنع من وصول الأعداء إلى الخيام هنا خطة عسكرية لتلاحظ أنت في ستة هجرية عندما الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم معكة الحديبية سوى الحديبية تلاحظ أنه أول عمل قام به هو شنوه حفر خندق وسمية المعركة بمعركة الخندق بالجزين هذا الخندق اللي حفره رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو ذات نفسه اللي هو حفره من ابن ابنت رسول الله عندما تجه إلى كربلا حفر الخندق وجعله نار خلفه الخندق يعني شعل هذا النار بالخندق الأسباب التي دفعت الإمام الحسين عليه السلام في عمل هكذا أمور هو طبعاً طبيعة الحال هي جهة تحصين حتى يكون مواجه العدو من جهة واحدة ولهذا هو حفر الخندق خلف المعركة بنفس الوقت وجود التلال على جانبي فهنا رح يقطع الطريق على العدو رح يلتقي بالعدو رح يلتقي بالعدو من جهة واحدة وهذا يذكرنا عندما التقى بالحر عند دخوله إلى كربلا بجبل ذو حسم احتمى بالجبل وواجه العدو من جهة واحدة فمثل ذلك هو عمله الإمام الحسين عندما دخل إلى كربلا حفر الخندق وجعل النيران تضرب النيران في داخل الحندق وبنفس الوقت أمر بأن تكون الحبال متداخلة مع الخيم مقريبة أحدهما إلى الآخر وبنفس الوقت دعاء الجيش أو أنصاره ومعبي أن يكونون أمام الخيام حتى يكون عبارة عن صد لهجمات العدو يوم ذاك نعم دكتور ناهم أكوفت حديث يعني أن ذكرتني في قضية هذا الذي خاطب الإمام الحسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة أو قبل الحامية فالإمام قال أنا أريد الحامية بل أريد على جد رسول الله وبين الإمام الحسين عليه السلام مظلوميته لهذا السأل واللهم أحزه إلى النار وأخذها دعاء الإمام الحسين عليه السلام إلى جهنم وبئس المصير جناب الدكتور هل التكيف في الموطيات في القضية الاستراتيجية الإمام الحسين عليه السلام هل معطيات النهضة الحسينية بلغت مبتغاها ومنشودها الإمام الحسين الذي أراد الوصول إليه وصل إلى الغاية المنشودة سلام الله عليه في هذه الخطة لو كان الإمام الحسين لم يصل إلى الغاية المشودة لما كنا نحن لما تكلمنا بقنوات الإعلامية حول الإمام الحسين عليه السلام والدورة والنهضة التي قام بها الإمام الحسين ولهذا يعني لو تقرأ يكفينا أن نقرأ كتابات المستشرقين اللي هم من أشخاص ليسوا بالمسلمين حتى ما نقول ليسوا بالشيعة وأنه ليسوا بالمسلمين والمسيح ولهذا عندما تقرأ فان فلوتن السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات عندما تقرأ مثلا كتاب في الهاوزن الدولة العربية وسقوطها يقول انتصر الإسلام بدم الحسين هذا شخص في الهاوزن شخص ألماني فان فلوتن السيادة العربية واط وانت قم ريواط عنده في كتاب حياة محمد هؤلاء مستشرقين هسان ما أقول إذا شخص عربي أو شخص شيعي أو شخص سني هذه المسميات بعيدة عنها ولكن هؤلاء مستشرقين كتبوا بأن الإمام الحسين انتصر الإسلام يعني ليس لهم علاقة بالإسلام ويتحدثون عن الإسلام مضبط يعني أنا أثناء ما كنا بالطريق نتكلمنا عن شخصية حقيقة هو الأستاذ الدكتور ناجي حسر رحمه الله رحمة الله في استلام صدام حسين الحكم اللانظام في سنة 1980 عمل فد ندوة حول توحيد المناهج مناهج الدراسية يوم ذات فمن ضمن اللجنة التي اخترت لهذه القضية هو الدكتور ناجي حسر رحمه الله فقال يعني لربما قال بداية حكم صدام لربما تكون هناك أكو حرية في الكتابة فقال دكتور ناجي حسن ليس من المعقول أن يكتب على الإمام الحسين سطر واحد ويكتب على يزيد أربع صفحات وإنما أن الدولة أموية سقطت بدم الحسين ليس أنصافا هذا هذا منصف بمجرد هذا الكلام مالته بمجرد هذا الكلام مالته أحيله إلى نقلة من التهو نقلة واتهامه بشتاحة أو لإعدام هذه القضية بكلمة واحدة كيف يكون ذلك فهؤلاء هم موجودين حتى في الوقت الحاضر وهؤلاء معروفين في هذا الجانب نعم جناب دكتور من المتعارف في قضية الحروب والنزاعات أن تكون هناك تكافف الكفتين كفة الحق والباطل والحق متمثل بسيد الشهداء عليه السلام بأهل بيته و أصحابه والباطل بأعدائه و الجيش المعادي له سلام الله عليه ولكن لاحظ حسب النصوص و لن تكون كفة أصحاب الحسين عليه السلام مع أعداء الإمام الحسين و قتلت الإمام الحسين عليه السلام و مع أخ خذلان الناصر قلة العدد لماذا الإمام الحسين عليه السلام سار بهذا الهدف و بهذه الغاية المنشودة على قلة الناصر حسب الظاهر أنه ما راح تقوم المعركة بهذا القلة وهذا الكثرة التكافؤ بين الجيشين بين الجيشين هذا عدم التكافؤ إذا كان الإمام الحسين خارجا طالبا للسلطة لابد أن يعد العدة والعدد لمواجهة دولة هذا إذا كان الإمام طالب للسلطة قبل القليل اعتردت وقلت أن هذه القضية رمى بنفسه للهلكة إذا يدري نفسه أنه بالنتيجة سيستشهد سبعين نفر مع آلاف مؤلفة يعني انتحار إذا كلامك شوفتها قلت يدري بكلامه أنه سيستشهد نعم أكو أحلى من الشهادة هو يعرف بنفسه أنه سيستشهد فهي الشهادة هو النص أول ما خرج من المدينة أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وأنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة الجدي إذن هو خارج هو حركة إصلاحية سواء يستشهد أو لا يستشهد هو خارج حركة إصلاحية هدفها إكمال ما جاء به جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه وأخيه إلى هو وتكملت المسيرة من قبل أبناء واحدة فهو جاء وهدفه مصلح وهسا هذا شوف هذا إذا تفضلت به بعض الأقلام هسا اتبنت هذه القضية بعض الأقلام وهي اتبنت هذه القضية بأنه ليس من المعقول ليس من المعقول أن يخرج الإمام الحسين بهذه ثلّة قليلة مع عدد تكافي الإمكانيات المادية إلى مقابل جيوش ولهذا اعتبروا أن مع الإمام الحسين أعداد كبيرة قالوا بأن الإمام الحسين معه أعداد كبيرة هذه الأعداد هي التي واجهت العدو وليس المان وليس ما قال به الإمام الحسين بهذا الدليل استدلوا؟ بالضبط استدلوا في هذه القضية واستدلوا كذلك برواية أحدى النواصب حسنا ما نقول بجانب ناصبي العداء بنصوص أثبتهم من خلال ابن حبان في الثقات وغيرها الذين قالوا بأنه كان معه سليمان بن صرد الخزاعي وانسحب سليمان ومعه كذلك والرواية الأخرى قالوا لا بأن الإمام الحسين كانت معه كانوا 73 راية وقالوا كما معروف بأن كل راية من هذه الرايات وجواها قد يكون 100 100 فارس ولهذا قالوا أن عدد جيش الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 700 أكثر من 700 وبعضهم قال لا كل راية تحتها ألف ولهذا ازدادوا العدد بهذه الروايات التي هي روايات ضعيفة لا تستند إلى دليل عقلي نصوص ثابتة قالوا أن الإمام الحسين عليه السلام عندما حفر الخندق وتداخلت الحبال ثم أمر جيش أنصاره ومحبينه في القيام بصد العدو فجعل على الميمنة زهير وعلى الميسرة حبيب وجعله في القلب أبي الفضل العباس عليه السلام في مواجهة العدو هذه الروايات الثابتة وحتى أن هذه المعركة قالوا إن بالمعركة هي عدم التكافر والدليل بأن عدم التكافر ما بين الجيشين لم تستمر المعركة سوى ساعة أو ساعتين وانتهت المعركة وقتل واستشهد الإمام الحسين عليه السلام بعض ربما تقول إلى العصر وبعضهم تقول إلى الغروب الغروب يعني كل حوال أنت نقول إن استمر المعركة استمرت إلى يوم واحد أو نهار نهار ولهذا ليس من المعقول بهذه الأعداد أعداد هذه الأعداد وهذه الأعداد نستطيع أن نفندها بلقاء مع الحر إذا كان هو معه مثل ما يدعون عشرة آلاف مقاتل لواجه العدو الذي كان معه ألف مقاتل الحر واستطاع أن يدخل الكوفة نعم دانام الدكتور يعني ذكرتني في قضية يعني في مداخلة في قضية كم من فئة قليلة غلبة كثيرة بإذن الله نعم بالتكافر العددي قد يكون لا ولكن بالتكافر العقدي الذي عليه أصحاب الحسين عليه السلام من عقيدة من تضحية من أجل المبدأ ومن أجل البقاء الدين خالدا نعم هناك فرق شاسع بين أب الفضل وأصحاب الحسين عليه السلام وأعداء الإمام الحسين الذين باتوا أصحابه سلام الله عليه ولهم دوي كدوي النحل بين قائم ومصلي أما هؤلاء باتوا وهم في الرقص والفجور جناب الدكتور قضية أنه كيف حافظ الإمام الحسين عليه السلام على هذا المسار ووصوله إلى الغاية وإلى الهدف مع وجود الصعوبات وأنحرافات التي حدثت عند الأمة أنه الإمام الحسين عليه السلام كان يخطب بهم ويحدثهم بأبلغ الحجج وأبلغ النصائح والوعظ والإرشاد والإمام الحسين مع ذلك عليه السلام بقي صامدا وصابرا مع ذلك الإمام الحسين بق واستمر بطلب الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله فقد سأل يسأل يقول لماذا الإمام الحسين عليه السلام أنه مع قلة الناصر خدلان العدد حافظ على هذا الخطوة هذا المسير كيف حافظ الإمام؟ العقيدة العقيدة والسير على طريق الحق هناك قال طريق الحق ترق قليل من سلك لا تستوحش من طريق الحق الإقلة السالكية طريق الحق أن الإمام الحسين عليه السلام هذا يذكرنا بما برسول الله كلمة محمد صلى الله عليه وسلم وما ظهرت عليهم من الفتن والبدع واتهامه بالكذب وغيره وحاولوا القتل والسحر والسحر وبعد ذلك قام بهجرة إلى الحبشة ثم إلى ياثريب بعد ذلك إلى المدينة هذه قضايا واجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حتى على فراش الموت حتى على فراش الموت قال أنه ليهذي هذا طريق الحق طريق الحق صعب واحد يقدر يسلك في هذا الجانب إلا من له شأن كبير هم آل بيت رسول الله إلا نبي مرسل أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه ولهذا إلا ذو شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى وهؤلاء هم أمة الله في الأرض فكيف يكون أمة الله أمام الله في الأرض إذا لم يكن يختدي في هذا الجانب فالإمام الحسين عليه السلام سار على خطأ جدة وأبي الإمام عليه عليه السلام واتهامه حتى قالوا بأنه كان قتل فيه مهراء بالصلاة قالوا وله يصلي استغراب حتى أن الإمام الحسن عليه السلام تضليل الإعلامي كان ولحد هذه اللحظة ولحد هذه اللحظة قالوا بإن الإمام الحسن عليه السلام وكذلك الإمام الحسين عليه السلام قالوا بإن الإمام الحسين هو لم يخرج طالباً للأصلاح لما قال وإنما هو خارج طالباً للسلطة وبطبيعة الحال يعتبرون حركة معارضة ومحركة المعارضة لا بد أن يقتل ولهذا هدفهم هدف أصلاحي ولهذا لاحظ بأن أنصار الإمام الحسين عليه السلام في الواقعة في يوم الاستشهاد لاحظوا يتسابقون لمواجهة العدو يستنسون بالمنية دونه أتأذن لي يا ابن رسول الله أتأذن لي كبيرهم وصغيرهم ويخرج مرتجزاً حتى شخص اللي هو يعني مخائف يفتخر يفتخر يطلر يواجه عدو يواجه هاي الكثرة الموجودة يا ابن رسول الله أأذن لي لمقاتلة هؤلاء الكفر أميري حسين ونعمل أمير ولهذا عند جون الشخصية الراعة المضحية الذي خرج طالب هو شخص كان يعمل خادماً عبداً أسود تلاحظ بأنه قال فقط ادعي لي أن اللهم بيض وجه زهير بن القين كان ويضع الإمام حسين يضع الإمام حسين خده على خدي على خده وقال اللهم بيض وطيب ريحه كذلك زهير بن القين كان تاجراً كان تاجراً و ترك التجارة في سبيل الحق حبيب بن مظاهر كان شيباً وفقيهاً و ترك و استشهد معرك بالحسين مسلم بن عوسى جواف و قراء للقرآن إذا تجي أنت هؤلاء هم يقدرون أن يدخلون إلى جانب الدولة و يصبح لهم شأن كبير في مواجهة و يصبح لهم ذات القيمة العليا و لكنهم مفضلوا الاستشهاد مع ابن بنت رسول الله بين هيداً سيد السعادة و أنت مر إلى أنه استشهد من الواحد وستين هجرياً حسين؟ تلاحظ بأنها تركز السيرة مالتة كلها على هذه السنة اللي هي الشهرين أو ثلاثة شهر هاي اللي هي مجلدات و مجلدات و مجلدات و التاريخ يكبر بعضهم يقول ولد الحسين في يوم عاشرة في يوم عاشرة أصبحت بهذه ثلاثة شهر كتبت هذه المقاتل و أصبحت نهضة الإمام الحسين نهضة عالمية علمنا من الحسين كيف يكون مظلومة فينتصر هذا ليس له لا هذه الروايات لشخصية الإمام الحسين كيف إذا كان أردعد الإمام الحسين من ولادته إلى الاستشهاده كيف يكون فحقيقة أن ما نكتب و ما نكتب و ما نكتب عن الإمام الحسين لم نأتي بشيء يسير جداً عن سيرة و حياة الإمام الحسين و كذلك أولاده لا حرمنا الله من هذا القلب الشفيق الرحيم الذي يمثل رحمة الله الواسع سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة ابن رسول الله و ابن فاطمة ابن أمير الممنين الله لا يحرمنا من هذا القلب الرحيم الشفيق الرؤوف في الدنيا والآخر إن شاء الله جناب الدكتور حيدر كربلاء شكراً لك على ما طرحت في هذا الحلقة أخرى إلى ذلك الحين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و صلى الله عليك يا أبا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة